بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين والمشاهدات معكم الدكتور أشرف نبيس تشاري طب الأطفال وحديث الولادة كلم النهاردة حضراتكم في موضوع في غاية الأهمية وخصوصا في فترات البرد والشتاء والساعة الشديدة والبرد القارس أولادنا الصغيرين بيبقى جسمهم متلج أطرافهم بتلاقيها متلجة كل الأجزاء اللي ظهرة من جسمهم حتلاقيها تلج بردة جدا تشوفي جبهته تلاقيها بردة تشوفي إيديه تلاقيها بردة تشوفي رجله تلاقيها بردة جدا فلو سمحتم مش عايزين ننخدع بالبرودة بتاعة الأطفال وننسى إن في حاجة اسمها سخونية أو ننسى إن في حاجة اسمها ارتفاع حرارة ممكن ما يظهرش في التوقيطات اللي زي دي فممكن يبقى إبني درجة حرارته عالية جدا وتلاقي الطفل تعبان مش مركز مش عايز يرضع إذا كانت في مرحلة الرضاعة مش عايز يأكل إذا كانت في مرحلة الأكل بتركيزه مش كويس الشكله مش طبيعي مش ده ابنك اللي انت تعرفيه أو مش ده بنتك اللي انت تعرفيه متنح أو متنحة مش مبسوطة المزاج مش مستريح وتيجي تجسي درجة الحرارة أو تختبر درجة الحرارة وتحسيها على الجبهة تلاقي متلج خطي ايديك على ايديك تلاقيها متلجة الرجلين متلجة الحمد لله كده مش سخن لأ انت حضرتك اتخدعتي درجة الحرارة اللي محيطة بيه هي اللي مصر عليه ومخلياكي أحسى الإحساس بتاع ان هو درجة حرارته مش مرتفعة فلو سمحتي لو لقيت ابنك في فترة الشتاء أو في فترات البرد القارس أو الساعة الجامدة الجو عندك في البيت ساعة خالص أو الجو بارد خالص ابنك حس ان مش هو متنح الماسك فيس تعبيراته مش هي شكله مش ده طبيعته ده قاعد كانن ده نشاطه مش هو اي حاجة من الحاجة دي لو سمحتي اياس الحرارة فورا بالترمومتر لازم حضرتكم كلكم تكونوا معاكم الترمومتر في البيت وخصوصا في فترات البرد دي لازم نقيس الحرارة طبعا الاطفال حضرتكم نقيس الحرارة من تحت الابط ما نقيس من البؤ يعني ممكن الطفل يكسر الترمومتر فالزئبك اللي فيه يعمل له تسمم والإزاز كمان بتاع الترموت يعوره فنحن نقيس الحرارة في الاطفال من تحت الابط لما تقيس الحرارة حضرتك روحي على الاراية اللي تظهر لك اضيفي نص درجة الحرارة الطبعية للاطفال تبقى من ستة وتلاتين ونص او للناس كلها يعني من ستة وتلاتين ونص لسبعة وتلاتين ونشرطتين لقيت الحرارة اكتر من كده يبقى ابني عنده حرارة او حرارته مرتفعة عشان ما نتخمش او ما نتخدعش او ما نقدرش الامور غلط ويبقى ابنينا درجة حرارته اربعين وانت يحط ايديك كده ده درجة حرارته كويسة لحد ما يحصلوا لقد ضررت شنوجات حرارية وتفاجئ بمشكلة كبيرة لو سمحتم في فترة الشتاء لو لقيت ابنك مش هو مش دي طبيعته نشاطه هادي شوية شكله مش هو شكله مش مبسوط ايسي الحرارة بالترمومتر النصيحة بتاع النهاردة ايسي حرارة ابنك بالترمومتر حتى لو لقيته بردان او متالج من راسه او من اطرافه ايسي الحرارة بالترمومتر من تحت الابط وما تنسيش تزويدي نص درجة على الاياس اللي حضرتك ايسي طبعا لو لقيت الحرارة عالية اوعي في فترات الشتاء اوعي تعملي تلج اوعي تعملي مية سععة الكمدات بالمية الفترة مية من الحنفين لو المية سععة قوي تخليها مية فترة تبقى مية زمية الصيف وعملي بها الكمدات ان شاء الله تحمي ابنك لو لقيت الحرارة عالية قوي انت فترة مش تدار تروحي في الطبيب يعملي حم الطفل في مية فترة قاعده في بانيو في مية فترة حد ما الحرارة يتابع الحرارة بالترمويترو تده خفض الحرارة اللي موجودة عندك في البيت لازم خفض الحرارة في البيت باستمرار عندكم التروفين عندكم السيتال اللي بوس والأدوية عندكم لبوس أبيمول لبوس سيتال لبوس برامول اللي بوس دولفين اتنشر ونص والأطفال من سنة لحد سنتين ونص ثلاث سنوات ثلاث سنوات يكون عندنا بروفين يكون عندنا سيتال عشان نعمل للطفل ننجيزه شوية وطبعا لازم الكمادات وحضراتكم عندنا فيديو في القناة على أماكن الكمادات ممكن تبقوا تبصوا عليه عشان ما نطولش على حضراتكم ارجو يكون الفيديو عجب حضراتكم لو كان عجبكم يريد تعملنا شير و لايك عشان يوصل للناس كلها ولو لسه مشاركوش معنا في القناة ولو عندكم اي اسئلة سيبوهلنا في التعليقات اللي تحت الفيديو الى ان نلتقي لكم منه كل التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته